السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة مناشة جديدة تزامنا مع ظهور الحلقة التانية من مسلسل هاوس اوف دا دراجن الحلقة اللي على ما يبدو اتصربت مبارح في ناس كتير شافوها مبارح ولكن كالعادة انا انتظرت الغاية لما شفتها في معادها وكاعدتي مع جيموف ترونز لازم اصحى بدري او افضل صهران عشان اتفرج عليها في العالم الوحيد من الاحداث الدرامية اللي بيمشيني على مزاجه مش انا اللي بمشيه على مزاجي عشان استمتع به الحلقة دي برضو هتكون حلقة مناقشة مسترسلة عندي نوتس بتحرك من خلالها عشان ما اتلخبطش وما توهش قوي وطبعا هنتكلم بحرية حرق فطبعا لو حد ما شافش الحلقة او حاجة بالطريقة دا احسن ما يتفرجش ويبقى ارجع للحلقة دا لما يشوفها اول حاجة عاوز اتكلم عنها هي الانترو الحلقة اللي فاتت انا كنت اظهرت اني متدايق من ان المسلسل ما عندوش انترو ما عندوش مقدمة وناس كتير شرحت لي في التعليقات وعلى تويتر ان لأ هو في مقدمة واتش بي او وضحت الكلام دا ولكن قالوا ان هم اختاروا ان هي ما تظهرش في الحلقة الاولانية علشان ما تفصلش المشاهد او عشان يفضل منغمس في تجربة المشاهدة او حاجة زي كده على قد ما فهمت دا في تقدير الشخصي كلام مش مقنع قوي يعني ايه اول مسلسل في الدنيا يبقى عندو حاجة ممكن تنفصل لو خطينا انترو في الحلقة الاولانية بتاعتها مش عارف هي شكلها كده زي الحجة اللي احنا بنقولها لما بيبقى عندنا ديد لاين وما نخلصوش ولك معلش انا محتاج لغاية بكرة علشان اعرف اخلي المشاهد ينغمس في البرزنتيشن اللي انا بعملها والكلام دا والكلام مش معقول طبعا اللي انا بقوله بس هي شكلها كده يعني المهم الانترو ظهرت في الحلقة التانية فعلا وطبعا الموضوع انها تأجلت من الحلقة الاولى للحلقة التانية دوت ممكن يكون رفع الهايب شويتين انا بس بديها شوية عدالة كده قبل ما اقول انها ما عجبتنيش قوي الا استعانة بنفس المزيكة مش عارف هل معنى كده ان كل المسلسلات اللي حتدور في العالم دوت هتبقى بنفس المزيكة بتاعت رامد جوادي ولو في اختلافات ايه هي القعدة اللي هتحكم هذه الاختلافات لان احنا زي ما احنا عارفين مقبلين على عدد من المسلسلات كمان اه طبعا ما فيش حاجات لسه مؤكدة قوي بس هيبقى فيه يعني فليه يعني الراجل اصلا من المبدعين الجمدين جدا واللي ممكن يطلع افكار افضل واللي ممكن يطلع افكار اجدد وممكن يعلي على نفسه في الملحمية بتاعت المزيكة طبعا انا ما بنتقدش غولة المزيكة دي من العلامات الدرامية اللي كلنا بنحبها بس كان ممكن يكون فيه اختلاف شوية في المزيكة المهم لو طلعنا المزيكة من المعادلة التجربة البصرية مش عايزة اقول مزعجة ولكن مقبضة قوي اللي هو الاندفاع بتاع الدم ده مش من الحاجات اللي حابقى عايزة اشوفها كل مرة للامانة يعني جيموف ترونز الاولانية اولا المقدمة كان لها علاقة باحداث الحلقة وفيها حاجات بتتغير حسب اللي بيحصل جوه الحلقات وده كان بيخلينا مستحيل نعمل لها سكيب واحنا بنتفرج المرة دي حيبقى فيه حاجة شابه كده لان المحطات اللي احنا بنعدي عليها في الانترو من خلال الجرافيكس اللي بيحصل ده هي شجرة عائلة الترجيريان وفيه تغيرات بتحصل فيها لان لو في ارتباط حصل او انفصال حصل حينعكس عليها والشخصيات اللي ماتت الدماء شيء مقبض قوي يا جماعة مش ممكن الدماء الدماء بتغمرها لغاية النهاية تقريبا والشخصيات اللي لس على قيد الحياة الدماء ما بتغمرهاش بالكامل فحيبقى فيها تغيرات بس فكرة ان انا اقعد كل مرة عشان اشوف الدم بالاندفاع بتاعه فيه يتهالي بعض الفريمات احنا بننزل فيها تحت الدم وبعدين بنطلع تاني مش عارف بس هي متنفذة بشكل جامد جدا انا بتكلم عن الاحساس او الانطباع اللي بيجيلي او اللي جالي لما اتفرجت عليها اول مرة النقطة الكمان اللي فضلة ان في الخريطة بتاعة جيم اوف ترونز كان فيه تاكست كان فيه نص بيتكتب بيقول دي ايه وبعدين بنشوف العائلة الحاكمة لها هي اللي بيظهر الشعار بتاعها فبتتغير حسب تغير الاحداث وده كان في المنتهى الذكاء طبعا المرة دي مفيش اي تاكست من اي نوع لان احنا بنتكلم عن شخصيات عن الناس فانا بقول هو ممكن يكون بصولها من الطريقة دي او ممكن بيدفعوا المشاهد مع مرور الحلقات انه يرتبط اكتر بالشعار اللي بيمثل كل شخصية ولكن لو كنا نحط تاكست كان هيساعد اكتر كمان وما نلجأش الموضوع التخمينات في معناها او الحاجات دي لان طبعا كل اللي بقوله لكم دوت موصلتلوش لوحدي يعني انا قريت شوية حاجات عشان اوصل في الاخر لحاجة بنعمة على اللي الناس اتفقت عليه وحتة من تفكيري فنوصل لحاجة في النهاية المهم يعني علوا البار قوي خلوا الناس تنتظر الانترو اللي حتظهر في الحلقة التانية كحدث مهم جدا وفي الاخر اللي تقدم مش على قد مستوى التركب على مستوى الانطباع العام للحلقة التانية عجبتني جدا مش عايز اقول عجبتني اكتر من الحلقة الاولانية انا عايز اقول ان الحلقة الاولانية مع الحلقة التانية بيحددوا نمط ووتيرة الاحداث والحلقة التانية بنهايتها رفعت من شأن الحلقتين مع بعض لان المسلسل مش بيقصد ان هو يدينا احداث بارزة قوي تخلينا نندفع في المفاجأة ونندفع في النقاشات ولكن لما نيجي نفكر شوية ونستعيد ايه اللي حصل في الحلقتين الاولى والتانية مع بعض بقى دلوقتي لان في حاجات حصلت في الحلقة الاولانية ما تخيلناش انها ممكن تكون مهمة كحاجات مؤثرة قوي في الاحداث ولكن مع الحلقة التانية الدنيا كلها طلع لها ايما والدنيا كلها بتتحرك لقدام وفيه حاجات بسيطة جدا انا تصورت انها انتهت بنهاية الحلقة الاول انها طلعت مكملة معانا وحيبقالها اثر كبير في المستقبل كمان فانا عجبتني الحلقة التانية وعجبني اوي وطير التدفق الاحداث بتاعت المسلسل لحد دلوقتي في الحلقة دي ممكن نقول ان حصل اربع احداث او اربع خطوط للاحداث مهمين تجمعوا في الاخر لنتيجة واحدة او لكونكلوجين واحد ممكن يكون ولد خط احداث خامس هو اللي جمع الدنيا هو اللي زي ما تقوله كده عملنا امعم ويعني ليه فروع كتير وفي الاخر تجمعوا في سرسوب واحد من تحت ده بالمؤاخذة فانا عاوز اتكلم عن الاربع دول بالنتيجة بتاعتهم في الاخر وقدي حق زيادة لخط الاحداث الاهم في الحلقة في تقديري الشخصي الاحداث بتاعتنا بتستكمل بعد مرور ستة شهور على الاحداث اللي احنا شفناها في الحلقة الاولانية ابعاد ديمن وفاة الملكة الامور دي كلها عد عليها ستة شهور وفي حاجات حصلت المسلسل ما تعملش معها عشان كده بقولكم ان في تصارع فواتيرة الاحداث على ما يبدو فيه هجمات متعددة على الاسطول على ما يبدو ديمن راح دراجون ستون وخد الجولدين كلوكس وعملوا جيش واستقر هناك ومعرفش بين كل الحاجات دي احنا نطناها فشكلنا حيب عندنا احداث كتير والقفزات الزمنية دي مش عايزة حطها كنمط ولكن حتى لو اعتمد عليها فانا ما بحسش ان بقى فيه فجوات انا حسس ان الحصل وتحكى وزي ما بقولكم فكرة ان الشخصيات تحكي احداث داخل عالم المسلسل بتاعنا دي من عناصر الجذب بتاعه من الحاجات اللي بتعجبني خط الاحداث الاول وهو الخط الاحداث اللي ممكن نقول مش عايزة اقول الاقل اهمية او عايزة اقول بس ان هو اللي لسه في بدايته قوي ما وصلش لمنتصفه حتى اول مرحلة التفاجر بتاعته وهي اختيار كريستن كول للحرس بعد واحد مات فبقى لازم يعينه حد مكانه حصل عملية اختيار رينيرا اختارت كريستن كول اللي هو مش من عائلة كبيرة ده ابن رئيس خدم ولكن بناءا على كفاحه في المعارك وفي الحروب وفي الكلام ده كله اكتسب المكانة دي بالاضافة لانه هو اللي هزم دايمن في التورنمنت اللي كانوا عاملينها والاحداث او الحدث بتاع اختياره بيوضح بشكل اعتقد صعب او نختلف عليه ان فيه دافع ممكن يكون رومانسي او ممكن يكون مش عارفة سميه ايه بالضبط من رينيرا وراء اختياره وهنا احنا بنشهد حاجة تشبه المثلث او المثلث ما بين رينيرا وما بين دايمن وما بين الشخص ده لانهما برضو بعد كده شوية داخل احداث الحلقة حصلت مواجهة ما بين دايمن وما بين الشخص ده وتبادلوا التراشتوك بطريقة جميلة جدا بصراحة ودي من العوامل اللي ابتدت احس بقيمتها اكتر واكتر في الحلقة التانية من المسلسل وهي ان الحوار جميل جدا جذاب جدا فيه كذا كذا مواجهة وكذا جول كذا دويتو في الحوارات حصل في الحلقات في الحلقة التانية كمان بينتلي اللي حصل في الحلقة الاولانية اللي ممكن اكون ماخدتش بالي منه قوي لاني كنت مركز اكتر مع الاحداث بتاعتنا حتندفع ازاي وحتتحرك في انه اتجاه فكريستون كول شخصية سير كريستون كول شخصية معنا ممكن تلعب دور مهم زي ما بقول فكرة التقدم بتاعها بس على ما يبدو انه هو لسا في اول وشوية وبالتحديد في شكل علاقته مع رينيرا الخط التاني من الاحداث بتاعنا ممكن يكون الممثل بتاع القصوى الجيمتروناهية داخل الحلقة اللي يمكن يكون تراجعت شوية في الحلقة دي بشكل عام هي والمحتوى الجنسي اللي على قد ما انا فكر ما ظهرش اصلا في الحلقة على الاطلاق سافير القصوى والعنف والمحتوى المقبض في هذه الحلقة هو دا كراب فيدر الشخصية نفسها المفروض ان اسمها كراجاس دراهار دا القرصان او اللي بيقود مجموعة من القراصنة بيمولهم او بيدفعهم او بيدعمهم الفري سيتيز عشان يهجموا الاسطول الملكي وعندهم طريقة جميلة اوي 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 في التعامل مع الجنود والناس اللي موجودة على الصفن دي انه هم بيمصمروهم زي حواجز جميلة كده على الشط وبيخلوا الكابوريا تطلع تكلهم فاحنا كان عندنا تنانين دلوقتي ما عندنا تنانين وكابوريا كمان الموضوع كبر معانا شوية وطبعا المشهد كان قاسي شوية وعنيف شوية وما كسرش حدته بس غير الترجمة العربية لمفهوم او تعبير وهو انه مغذي السلطعونات برافو يا جماعة برافو بيقول ان هما مش عاوزين يخشوا في حرب مفتوحة مع الفري سيتيز وحيتم تعويضه وده بيوسع اكتر في الشقوق والشروخ الموجودة بالفعل في العلاقة بتاعة كورليس بالملك وبالمجلس بتاعه واللي زي ما بنشوف خلال الحلقة نفسها بتزداد وبتزداد لغاية لما بتوصل لمرحلة متطورة جدا وبعدين نصل خط الاحداث التالت معلش انا يمكن اكون ميال شوية الموضوع فصل خطوط الاحداث ديت للشكل الكلاسيكي بتاع جيموف ترونز لربما المسلسل يجبرني ويخليني اعرف اتحول عنه او اتبنى الشكل اللي هو عاوز يتعرف بيه اكتر بس في الوقت الحالي انا مرتاح شوية بموضوع خطوط الاحداث دوت لانها فعلا في الحلقة دي بالتحديد كانت شبه متفرعة ينفع نقول عليها منفصلة وفي الاخر تجمعت فيه قرار واحد في النهاية الخط التالت اللي انا قصدي عليه وهو تاني اهم خط في الحلقة كلها هو الخاص بديمن تارجيرين اللي زي ما عرفنا من خلال الحكاوي من خلال الحديث ان هو استقل بدراجونستون وقعد فيها وجاب الجولد كلوكس وخلاص نصب نفسه امير لدراجونستون وفي ذلك تمرد على القرارات بتاعت الملك بشكل او باخر ولكن الملك اختار انه ما يواجهوش يعني الوضع ده وتستمر لمدة 6 شهور والملك برضو اختار عدم المواجهة مش عايز اقرب مش عايز اتفاعل مش عايز اعمل اي مشكلة اهو بعد وخلاص والموضوع خلاص على كده لغاية لما الموضوع بيتصعد وبيسرق بيضة من بيض التنين وحتى في المرحلة دي في سيرس بيبان انه مش يعني اه مش مبسوط ولكن مش عاوز يحارب اخوه قال بشكل واضح عاوزيني اعمل ايه ابعته للوول ولا احط راسه على رمح ولا اعمل ايه بالزبط وبعدها بسانيتين تلاتة تقريبا بتتكشف المعلومة ان هو سرق البيضة اللي كانت المفروض حتتحط في المهد بتاع الامير المتوفي اللي هو بيلون والتاني مرة في تاني حلقة على التوالي هي دي القشة التي قسمت ظهر البعير الملك بتاعنا بيبقى عنده صبر قوي واستيعاب قوي وعدم اندفاع في اتجاه انه هو ياخد قرارات عنيفة لغاية ما الموضوع بيتعلق بوريثه المحتمل الذكر دي النقطة اللي بتقلبه على طول في الحلقة الاولانية لما الموضوع تعلق بذلك خد قرار بنفي ديمان مباشرة في الحلقة دي لما الموضوع تعلق بذلك خد قرار مباشرة بانه عاوز يروح لديمن ويواجهه ويجلبه لمواجهة العدالة او للمحاكمة او حاجة من هذا القبيل وهنا بننطلق للقرار الاغرب بالنسبالي في الحلقة مش من الحاجات اللي عجبتني قوي وهي ان اوتو بيقول ان دي مخاطرة غير محسوبة لانه ما يعرفش رد فعلا ديمان ممكن يكون عامل ازاي وبيقرر انه هو شخصيا اللي يقود الحملة دي مش بس كده ده لما المواجهة بتحصل يمكن الاشد اندفاعا والاشد تهورا والاشد تصعيدا هو اوتو يعني انت عارف ان ديمان متهور انت عارف ان ديمان مجنون انه ما عندوش حسابات سياسية انه ممكن يقدم على تصرف مؤذي جدا ومع ذلك انت عملت صعد الامور مش متمشية قوي مع بروفايل اوتو اللي احنا عارفينه لغاية دلوقتي مش بقول انه كان مطلوب منه يضحي بالملك ولكن يعني مش عايز اقول ان احنا بقى عندنا قلفة كاملة لدرجة ان احنا نقدر نحكم هو اوتو بيفكر ازاي بس بنايا على ما تم تقديمه لغاية دلوقتي ده قرار او تصرف يتنافى شوية مع اللي احنا في امناها عن الشخصية خصوصا وان رينيرا وظهورها مع التنين بتاعها سيراكس بيحصل لمفاجئة اوتو شخصيا مش هي ما هياش حاجة هو كان معتمد عليها ومعاها بتظهر اجمل اللوحات البصرية في الحلقة في تقدير الشخصي مش بس مع ظهور التنين بتاع رينيرا ورينيرا عليه والكلام ده كله دي طبعا نتجة عنها لوحات من اجمل ما يمكن بس اللوحة الاجمل في تقدير الشخصي لما كانت طايرة بتشوق الصحاب قبل ما يتمين نفسه يظهر دي صعب ان احنا نلاحظها والفريم سابت ولكن لو شفناها في فيديو هي من اجمل ما يمكن يعني بجد كانت اخاذها بالنسبة لي وبعدين بنكتشف ان التصعيد اللي دايمن شخصيا كان عامله ما هواش صادق مية في المية هو من ناحية المرات المحتملة او اللي هو عمل عليها المناسبة دي كلها ان هو حيتجوزها خلاص اللي هي ميسارية مش حامل ولا حاجة طب ليه عملت التصعيد دوات كان ايه هدفك من اللي انت بتحاول توصله هل انت كمان كنت بتحاول تدفع قوته في سبيل المواجهة لدرجة ان انت رفعته السيوف على بعض بالفعل وظهور رينيرا هو الحاجة الوحيدة اللي كانت خارجة عن النص وغير متوقعة لان رينيرا برضو للحلقة التانية على التوالي بتظهر كما لو كانت الزاوية العمياء بالنسبة لديمن هي دي النقطة اللي قدامها مخططاته كلها بتنهار بتتوقف هو كان عاوز يصعد كان عاوز يواجه كان عاوز حاجات كتيرة قوي ما حطش في حزبانه نرينيرا ممكن تظهر وتقوله انا الوحيد اللي وقفة في طريقك عن الحاجات اللي انت عاوز تحققها ممكن تقتلني فبيتراجع تماما وبيرجع لها البيضة والموقف ده كله على بعضه بيخلص ففي بعض الدوافع في الموقف ده ما عجبتنيش قوي ما حستش ان هي متماشية مع اللي احنا عارفين وعن الشخصيات لغاية دلوقتي ولكن الكونكلوجين اللي في النهاية اللي بيحاول يوضح لنا او يجب لنا ديمن في الشاشة تاني لان كل اللي حصل معها قبل كده كان بعيد عن الشاشة فنعرف هو وصل لإيه بيفكر في إيه لسه عنده بعض التهور لسه عنده بعض الاندفاع ولسه برضو المخططات بتاعته ناقصها حد وننتقل لخط الأحداث الأغنى والأوسع والأكثر ظهورا على الشاشة والأمتع والأكثر تأثيرا فيما تلاه من أحداث وأكثر تلعبا وأكثر جاذبيا على مستوى الحوار ونتج عنه برضو التنقل في أماكن كتيرة جدا أثرت التجربة البصرية بتاعت الحلقة وهو ما أحب أن أطلق عليه عنوان الملك عايز الجاوز وده موضوع احنا عارفين انه هو معانا من الحلقة اللي فاتت ومن المثير أن احنا نوصل للمرحلة اللي احنا وصلنا لها في الحلقة التانية على الرغم من أن فيه اتفاق مش عايز أقول عام قوي ولكن يكاد يكون سائد أن الأحداث مش كتير يا جماعة ده واحد خط بس من الخطوط التانية جيري من أول ما الملكة كانت موجودة وحامل لغاية لما الملك خط قرار ده وعايز يتجاوز العروسة التانية فالمهم الخط ده بدأ بنجمة الحلقة في تقدير الشخصي أليسنت وهي عندها تضرب كتير جدا أنا عاوز أقول أن أليسنت مع نهاية الحلقة التانية هي البروفايل الأكثر جاذبية ما بين كل الشخصيات لأنها متجاوبة أو متماشية أو مندفعة في الخطة بتاعت أبوها قوتو إن هو عاوز إن هي اللي تتجاوز الملك على ما يبدو مش برضها هي مش عاوزة تعمل ده ولكن بتعمله على أكمل وجه لدرجة إنها بتتفوق على مخططات أبوها شخصيا لما بيجي يقول لها أنت هتروحيله ولا مش هتروحيله لو عاوز ماشي بس هي في النهاية لو أنت سبتها هي حتعمل اللي أنت عاوزه أحسن من تعاوز كمان لأن في الحلقة دي إحنا عندنا اتنين كاندرتز اتنين عرايس مرشحين للملك واحدة منهم بتيجي معاها فوائد سياسية وفوائد اقتصادية وفوائد حربية وتقوية للنسل وكل حاجة إحنا عاوزينها وعودة للإرث الفاليريان بالكامل وحاجات زي كده وواحدة تانية ما نطقتش الكلمة يعني لا ازدكرت أي حاجة ليها علاقة بالجواز ولا أي حاجة ليها علاقة بإدها ممكن تاخد المكانة دي بل أكثر من ذلك ده لما تكلمت فيما يخص زواج الملك دعمت الأجندة بتاعت البنت الأخرى اللي هي لينا ولينا دي موال تاني طبعا لأن لينا دي هي المرشح المدفوع من كورلي سورينيس إن الملك يتجوزها وهم بيتكلموا عليها طبعا الملك انزعج وبانت عليه الإشارة بأن هي صغيرة وأنا كنت متصور إنها شخصية لسه ما ظهرتش وبعدين اكتشف إنها سوكة سوكة بتاعت الحلقة الأولانية إزاي بس يا معلم دي حاجة مزعجة جدا والبنت هايلة على مستوى التمثيل على فكرة إنها كانت بتدفع الأجندة بتاعت أبوها وكانت صادقة في نقل التحذير بتاعت أمها أو الطمأنة بتاعت أمها بإنك مش هتحتاجي إنك ترتكب البغبغاء معاه إلا كمان سنتين لغاية لما تتمي 14 سنة بس المشهد كله على بعضه غريب يعني هي البنت نفسها أصلا كانت بتقول بعض المعلومات للملك جايبها من سبيستون يا جماعة مكتوبة هي قدامكم على شاشة سبيستون أنا عارف إنها سبيستون على فكرة عشان المصححين اللغوين اللي حيطلعوا لنا بس أنا لما شفتها أول مرة ما حستش إن أنا شايف حاجة إلا سبيستون قدامي يعني وعلى فكرة ذكرت معلومة جميلة جدا عن تنين آخر بيظهر معانا في الصورة وهي فيجار تنينة بنت برضو مش موجودة في دراجون بيت لأنها أكبر بكتير من ذلك ويبدو إن هي سفرت بعيد ولكن هي لسه حية وبتطلق أغاني أو بتطلق أصوات أصوات حزينة وطبعا لو تم تقديم حاجة من هذا القبيل ففي الأغلب حتخش معنا في الصورة وحيبقى لها دور في الأحداث الحوارات بقى اللي دارت في الخط بتاع جواز الملك دوت من أجمل ما يمكن وأتصور إن الحوار المفضل عندي في الحلقة كله كان ما بين رينيس و رينيرا لما كانت لما تكلموا عن The Order of Things اللي هو بالترجمة بالعربي ترجمة العربي في الحلقة أجيب صراحة متقلقة يا جماعة متقلقة سبيستون و مغد السلطعونات و النظام الأمور قال لك The Order of Things دي ترجمتها نظام الأمور إحنا كأننا بنتفق على شحنة كاتاكيت على قهوة نظام الأمور دي حوار سياسي جميل جدا التمثيل والتصعيد والتلقيح اللي ما بين الأميرتين كان من أجمل ما يمكن إن نظام الأمور أو The Order of Things إنه مفيش حد في الدنيا حيسيب واحدة ست تبقى الملكة إنها تجلس على العرش بينما رينيرا بتتحدى ده وبتقول المشكلة كانت فيكي أنت مش في The Order of Things و رينيس بتقول حاجة ممكن نعتبرها فورت شادوينج للي إحنا عارفينه بالفعل من Game of Thrones لما قالت إن الرجال يفضلوا إن هما يحرقوا الريلم كله يعني إنهم يسيبوا واحدة ست تسعد للعرش وده ممكن يكون فورت شادوينج لإن الملكتين اللي إحنا نعرفهم اللي كانوا متنازعتين على الريلم في Game of Thrones اللي هما دينايرس وسيرسي ما سعدوش للمكان اللي هما كانوا عاوزينها إلا لما دمروا وحرقوا كل حاجة حواليهم النقطة اللي كانت عابرة قوي في الحلقة الأولانية أو أنا ممكن أكون عملتها باستهانة شوية هي الجرح أنا كنت معتبره مجرد رمزية لحاجة معينة اللي جيه في إيد الملك واللي يبدو أنه هو تفاقم وأن الرجل ده اللي عنده اللي برضو كان الجرح يبين في ظهره في الحلقة الأولانية مش عارف ده ممكن إيه يا جماعة ده حاجة زي جزام كده أو حاجة اللي هو الجرح اللي يجي لك فيتفاقم ويتسبب في تسمم واسع التأثير جدا وممكن يودي بحياتك وكلام زي ده معرفش ده بيؤدي لأن الرجل ده وتعايش معانا قد إيه التغيرات اللي ممكن تطرق عليه واللي ممكن تكون مزعجة جدا على مستوى المشاهدة أنا مش عارف بس في الخط ده كله شفت حوارات من أجمل ما يمكن شفت مواجهات من أجمل ما يمكن شفت خطة أو تعامل ثعباني من أليسنت كيفني يعني أنا طالع منه في الحلقة دي هو النجم بتاع الموضوع لغاية لما وصلنا في النهاية للحظة بتاعة القرار فأول مشاهدة أنا شفت الحلقة مرتين فأول مشاهدة حسيت أن الملك لغاية آخر لحظة كان محتار في القرار اللي هو ياخده لأنه شاف أن كل الفوائد في أنه هو يقبل البيتش بتاعت لينا وخلص كل المشاكل اللي حولينا تنتهي وأعتقد أن رينيرا شخصيا كانت متوقعة أنه هو ده القرار اللي هو هياخده ولكن لما جيت أبصت مرة تانية لقيت أن أليسنت كانت موجودة وعلى ما يبدو كان عندها فكرة مسبقة عن القرار فيبدو أن في حاجة دارت إحنا ما شفناهاش يا حنعرفها يا مش حنعرفها يا إما هما حيسيبوها كإشارة وخلاص يا إما حيتم الكشف عنها دفعت القرار في تجاه أليسنت بشكل واضح رينيرا قبلها لأنها كان عندها مقابلتين مع أليسنت مقابلتين ولا مقابلة واحدة أتصور أن هما كانوا مقابلتين المقابلة الأولى كانت زي صلاة مشتركة ما بينهم أليسنت بتفكر فيها رينيرا أنها حاسة بإحساسها لأن هما اللي اتنين يتام على مستوى الأم وأن أليسنت بتوضح قد إيه هي متألمة لفقدان أمها وقد إيه هي وحشها وبتدفع رينيرا لأنها تتواصل مع أمها من خلال الصلاة والحاجات ديت بعد كده كان فيه الخط الخاص بالزواج ورينيرا لا الحوار بتاع رينيرا ما كانش مع أليسنت بس افتكارت دلوقتي رينيرا كانت مباركة جدا كان حوارها مع أبوها مع الملك أنه هو يتزوج مرة أخرى ولكن يبدو أنها خدت الطعنة بجد من أليسنت بعد ما الملك أعلن قراره اللي ممكن يكون كان ميال أكتر للجانب العاطفي لأن أليسنت فهمت دماغه في موضوع المكات اللي هو كان شغال عليه وصلاحت له الجزء اللي كان باز من المعادلة فهو ماشي وراء قلبه وارد أو أو تمارس عليه نوع من أنواع ضغط وارد أو كان فيه حاجة في الكواليس لسه حناعرفها وارد كل الاحتمالات ديت بتخلي الدنيا جذابة أكتر في المتابعة وتخلينا عاوزين نعرف أكتر اللي وراء الموضوع ده أو ما نعرفش ونبتدي نطلع بنظريات من وراء فرينيرا بتتصدم من هذا القرار وبتخرج متضايقة جدا وطبعا كورليس بيبقى رد فعله أعنف وبيدينا لحظة من اللحظات ديت رجبة أمام القرار بتاع الملك وده بيدفعنا في النهاية للخط الأخير اللي احنا بنتكلم عليه وهو التحالف المحتمل ما بين كورليس وما بين ديمين ترجيرين لما بيقوله ان احنا محتاجين نتحالف مع بعض لأننا زي بعض وأول حاجة نعملها ان احنا نروح لمغد السلطعونات ونشتبك معاه ونحل المشكلة دي وده حينفي أي صفة من صفات الاستهياف اللي كل الناس اللي في الرلم كانوا ميديانها تجاهك وعجبني في المشهد ده شوية ان ديمين رفض ان كورليس يتجاوز في الملك قال له انا اقول لنا انا عوزه انت ما تقولش فزي ما قلت كذا خط خطوط اهم من خطوط خطوط اكثر ثراءا من خطوط ولكن ما فيش حاجة فيهم ينفع نصفها بالفقرة او قلة الاحداث او حاجة زي كده قدت في الاخر لقرار ثوري جدا اول تحالف طمر رودي امام الملك بالتزامن مع غضب رينيرا بالتزامن مع قرار الزواج بالامور دي كلها اللي حصل الكتير يا جماعة ومهم والبناء بتاعه كان جيد جدا والتقديم بتاعه كان جيد جدا وحنشوف الدنيا حتروح فين بعد كده لان ممكن نتوقع ان الحلقة الجاية تكون اول مواجهة حربية في تاريخ مسلسل ومباشرة في الحلقة التالتة واتمنى ان ده يحصل الحقيقة ده انطباعي ورأيي عايز اعرف انطبعاتكم وقراءكم وبالتحديد في الانترو نتابع ده القراء يمكن حد يدينا الجمدة اللي تقنعنا كلنا بان الحصل ده هو الامثل الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم مشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقة تقول باول تابعوني على فيسبوك وتويتروني مو انستغرام مو باي باي